على غير عادتها تبدو سيئون على مشارف أحداث مهمة في الأيام القليلة القادمة هذا ما تقوله حالة الاستنفار والجاهزية الأمنية العالية التي تشهدها المدينة حيث يتوقع بدء توافد أعضاء البرلمان وشخصيات حكومية في مقدمتها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لانعقاد البرلمان المساند للشرعية وللمرة الأولى منذ الانقلاب منذ أيام خلت والمدينة تشهد قوات من الحماية الرئاسية برفقتها آليات عسكرية ثقيلة وصول ألوية الحرس الرئاسي والقوات السعودية إلى جانب المنطقة العسكرية الأولى لتأمين الرئيس هادي وجلسات البرلمان حمل معه مخاوف كثيرة من دواعي تكرار سيناريو المهرة في الوادي وسيطرة القوات السعودية على منشآت الوادي الحيوية سيؤون بديلا عن العاصمة السياسية عدن كمحطة لعقد أولى جلسات البرلمان لمناقشة أوضاع البلد يفتح باب الآمال عن عودة الحياة السياسية وتنظيم عمل الحكومة وسط مطالبات كثيرة ودائمة بعودة الرئيس هادي ورجاله إلى أرض الوطن خصوصا بعد انهيار كل محاولات ترسيم الحياة المدنية والسياسية في عدن والإخفاق لأكثر من ثمانية أشهر من عقد جلسة البرلمان في عدن نتيجة التهديدات الأمنية التي أطلقها المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي بسم الله الرحمن الرحيم لكن في حال تجاوز البرلمانيون مشكلة المكان هل يتجاوزون الخلافات التي تعيق انعقاده؟ فالتباينات في أعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وتسمية رئيسها هي الأخرى ساهمت في تعطيل انعقاد المجلس وتحذيرات من انتقال الانقسام الحاصل داخل المؤسسة الشرعية إلى البرلمان سيؤون أكثر المناطق أمنا وأبعدها عن الصراعات والتجاذبات السياسية تبدو اليوم على موعد مع أحداث قد تغير خارطتها السياسية خصوصا مع مطالبات كتلة حضر موت النيابية بحقها بالتمثيل في السلطات التشريعية الثلاث